أقرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اجتماعها العام الخامس والثلاثين بمشاركة الجمهورية اليمنية ممثلة بنائب وزير المالية رئيس اللجنة الوطنية لمكافأة غسيل الأموال والتمويل الإرهاب هاني واهبة اختيار اليمن نائبا لرئيس المجموعة خلال العام القادم 2023 للميلاد تمهيدا لتوليها رئاسة المجموعة خلال العام 2024 للميلاد وتناول الاجتماع الذي عقد بالمملكة المغربية الشقيقة على مدى يومين أبرز المواضع ذات الصلة بعمل المجموعة كالمسائل الداخلية والتقييمات الدولية كما شاركت اليمن عبر تقنية الاتصال المرئي بالاجتماعات التهمهيدية للاجتماع العام والتي استمرت خمسة أيام جرى خلالها استعراض تقرير التحديث الرابع للجمهورية اليمنية والذي تضمن أبرز الجهود المبذولة خلال العامين السابقين بهذا الصدد وفي السياق شاركت الجمهورية اليمنية حضوريا وعبر الاتصال المرئي في ورشة التقييم الإقليمي لمقاطر تمويل الإرهاب التي انعقتت على هامش الاجتماع العام ترجمة نانسي قنقر